السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لا استقطاعات لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة اكد مقرر اللجنة النيابية المالية احمد الصفار الغاء اي استقطاعات جديدة في رواتب الموظفين او المتقاعدين ضمن مشروع الموازنة الاتحادية وقال الصفار في حديث ان رواتب الموظفين والمتقاعدين لن يجري عليهم اي استقطاع ضمن موازنة العام الحالي على اعتبار ان المتقاعد قدم احلى سنين عمره لخدمة المواطن والدولة ويحال على التقاعد فيفترض من الدولة توفير الحياة الكريمة له وان تكرمه وليس العكس مبينا ان جدول الضريب الوارد في مشروع الموازنة والمتضمن ضريبة تصاعدية هو جدول مخالف قانونا ولا يمكن المضي به واضاف الصفار ان قانون الموازنة هو قانون ماقت عمره عام واحد لكن الضريبة فهي قانون دائم ومستمر وبالتالي فان تعديلات او تغييرات بالضريبة ينبغي حينها تقديم مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل وليس تضمينها بجداول ضمن الموازنة لتصبح مادة ضمن قانون دائم وذلك ضمن قانون ماقت لافتا الى ان اغلب اعضاء اللجنة المالية ضد فكرة الاستقطاع وتم توضيح الامر الى الحكومة ودعوتها للعودة الى قانون الضريبة والنافذ والمعمول به حاليا واكد ان الاستقطاعات بالنسبة للضريبة ستكون نفس الاستقطاعات السابقة المعمول بها في قانون ضريبة الدخل دون تغيير او زيادة او تعديل ولن يتغير شيء من الرواتب ترجمة نانسي قنقر